مع مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي احتفلت كنيسة الرسل في الزرقاء الشمالي بمنح عدد من أبنائها وبناتها المناولة الأولى وسر التثبيت المقدس وذلك في قداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية الأب إياد بدر بمشاركة الكاهن المساعد الأب سالم لولص والشدياق جهاد قندح وحضور عدد من الراهبات وذوي الأطفال وأشابينهم وجمع من أبناء الرعية وبعد عدة القداس الذي أحيى التراتيله المرنم وفاء حداد دعا كاهن الرعية الأهل أن يكونوا قريبين من أبنائهم ويبادلوهم الحب بحب ويصلوا معهم ليكون الرب حاضرا في بيوتهم كما رفعت الطلبات من أجل كنيسة وأبناء وبنات الرعية وفي ختام الاحتفال هنأ الأب بدر المتقدمين لقبول الأسرار كما شكر جميع من ساهم وشارك في هذا القداس الاحتفالي ترجمة نانسي قنقر